سبب وفاة الإعلامي عبدالله عاجل العنزي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعين الأعزاء إنا لله وإنا إليه راجعون توفي الإعلامي القويت عبدالله عجل العنزي أحد الخبراء الإعلاميين في الرياضة وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم السبب وينعي مدونون أفراد من عائلة العنزي ومن بينهم شقيقة الصحفي الشاب الذي توفي فجأة حسب ما أوضحت المصادر بسبب أزمة قلبية أنهت حياته بحسب المحامي حصين العصفور الذي أكد في تغريدة عبر حسابه على تويتر ومن المقرر أن يتم تشيع العنزي عقب صلاة عصر اليوم في مجبرة السليبخات أكبر مجبرة في الكويت والتي تقع شمال شرق البلاد لا حول على قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون وكتب المحامي حسين العصفور إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك لمحزنون فجأت اليوم بخبر وفاة الأخ والصديق عبدالل عاجل بسبب سكتة قلبية أحد أنقى القلوب وأطيبها إن لله وإن إليه راجعون سألين المولى عز وجل الرحمة والمغفرة ويمتلك الإعلامي الراحل الذي يعرف عنه بأنه صانع محتوى عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ويتابعه عبر صفحته على تويتر 12 ألف شخص وفي قناة على اليوتيوب 7000 مشترك وأما عن إنستجرام 187 ألف متابع وأطلق الراحل اسم أبو عاجل على قناته في اليوتيوب التي انطلقت عام 2019 ويسفها بأنها أفضل قناة بالعالم بالكون بالتاريخ بالكورة الأرضية البقاء لله ربنا يرحم ويخفر له الله مأمين ويرزق أهله وزويه الصبر والسلوان إن لله وإن إليه راجعون